أهلا بكم من جديد سبعة مواطنين لقوا مسرعهم بينهم أم وخمسة أطفال من عائلة دبش من القدس كانت في طريقها لزيارة عائلتها في نابلس بثالث أيام العيد لكن شاءت الأقدار أن لا ترجع ديارها بسبب حادث سير مفجع نتج عن الإهمال وزيادة السرعة والتجاوز الخاطئ اليوم نبحث في هذه القضية وإجراءات وزارة النقل والمواصلات حول حوادث السير الأخيرة في الضفة مع الأستاذ محمد حمدان الناتق باسم وزارة النقل والمواصلات ونائب الرئيس التنفيذي لمجلس الأعلى والمرور يسعد صباحك يسعد صباحك صباح جميع المشاهدين كيف أصبحت اليوم؟ شوفي هو صباح مؤلم لكل الشعب الفلسطيني من ثالث أيام العيد حتى اليوم بسبب ضحايا حوادث الطرق وإحنا في وزارة النقل المواصلات بنك التعازي مع الوزير وعطوفة الوكيل لأبناء الشعب الفلسطيني يقولوا أنها كانت وطنية ولا أهل المتوفين وبالأمس كان فيها أن طفلي كمان توفت في منطقة الخليل كل هذه الحوادث بالتأكيد تؤثر سلبا نتمنى السلامة للجميع نأمل ذلك بعد الحادث المفجع الذي حدث قبل يومين وازدياد أيضا الحوادث في شهر رمضان المبارك وصلت لحوالي ألف حادث فهل برأيك هناك ازدياد أو ألا تجد أن حوادث السير كثرت في الآوينة الأخيرة بسبب الإهمال وبسبب أيضا التجاوزات الخاطئة؟ يعني شوفي الأسباب الرئيسية لحوادث السير التي نحن نلاحظها بعد تحليل هذه الحوادث تكون بسبب إما السرعة زائدة يفقد السائق السيطرة أو تجاوز خاطئ في لحظة ما هي السما الكبير لحوادث الطرق خلال شهر رمضان أضفنا عليها موضوع الإرهاق والنعس وكلت النوم وكانوا السائقين يقودوا مركباتهم بحالة إرهاق فيغلب النوم بدون تركيز أيضا تصبح مع هذه الحوادث وإحنا خلال شهر رمضان نعملنا حملة إعلامية واسعة مع معظم مسائل الإعلام في موضوع توعية المواطنين بهذا الموضوع ويعني في وزارة النقل والمواصلات والشرطة كان فينا الكثير من ما نكون به بالذات مع زيادة الحوادث عام 2016 بنسبة 30% ولتائجها مع بداية عام 2017 بدأنا بحملات على المركبات الغيرقانونية من أجل سعبها من السوق ومنع التعامل معها لأنها كمان هي ظاهرة سيئة ويجب سعبها من السوق ومنعها كما استصدرنا قرار من مجلس الوزراء للمركبات المسجلة فلسطينية والتي لا تكون بالترخيص سنويا ولا تكون بفحص المركبات إجراءات نحن نتخذها ولكن للأسف يبدو أنه كمان تحتاج إلى أكثر من هذا الموضوع عشان هيك أنا بحكي معك واجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى المرور الآن منعقد من الساعة عشرة والنقاشات حادي ومحتدمة من أجل إنفاذ أكثر للقانون عدم التراخي والتساهل مع المخالفين وكمان تنفيذ حملات توعية مرورية أكثر واستخدام التكنولوجيا بصورة أكبر في مساعدتنا على الرقابة وضبط السرعات وبالذات لأنه نحن ثلثين الحوادث اللي عم بتصير في المناطق التي لا تخضع للسيطرة الوطنية الفلسطينية لا أمنيا ولا حتى مدنيا اللي هي المسنف سي وهي نسبة كبيرة من أراضي الفلسطينيين المطلوب أنه نفكر خارج الصندوق بصورة أعمق وأكبر من أجل ضبط مع أنه للأسف ضحاياهم هم مواطنيننا مفوض أن نفكر بصورة أكبر وأعمق في هذه الضحايا نعم أستاذ محمد أيضا قانون رقم 12 الذي صدر في عام 2012 حول تثبيت السرعي صدره من قبل مجلس الأعلى للمرور فهل هناك بالفعل تطبيق للقانون أم هناك تجاوزات لا يتم تطبيق بشكل كبير؟ في هذا الموضوع نحن واجهنا بعض العقبات الفنية والتكنولوجية وكمان بعض العقبات القانونية في إنفاذ المطلوب اليوم بصورة أكبر قلت لك نحن نستخدم التكنولوجيا مش بضرورة تحديد السرعة ولكن استخدام التكنولوجيا ممكن وضع مراقبة أكثر كرت لحفظ السرعات قلال الفترة ويتم مراجعته ما بين فترة وأخرى أو ربط المركبات بنظام تتبع ومتابعه بالذات المركبات العمومية والتجارية يعني هناك نية من قبل الوزارة يعني يجب التفكير باستخدام التكنولوجيا بسرعة أكبر استخدام التصوير فتحنا خط ساخن في الوزارة من أجل استقبال شكاوى المواطنين على أي مخالفة وبالذات في المناطق سي مراقبة المرور من بداية العام عم بيستقبل شكاوى المواطنين على المركبات العمومية ثلاث شكاوى على نفس السائق يتم استدعاؤه ساحب رخصة التشغيل حل النمر حتى لا يستخدم السيارة وحرمانه من عمل من ثلاثة إلى عشر أيام هناك إجراءات كثيرة نكون بها ولكن المطلوب كمان أكثر وعي من قبل السائق والراكب المطلوب كمان من الركاب أنه يتعاون معنا لأنه معنا سيطرة أي راكب عم بحس أنه هذا السائق يعني بيرتكب مخالفات خارج مناطق السيطرة هو بالتأكيد رايح على منطقة إيه في أي اتجاه طالع من رامالة باتجاه نابلس أو باتجاه الخليل أو باتجاه متلحب ممكن يتصل على رقم 100 ودورية الشرطة راح تيجي وتتخذ الإجراء بحق السائق أو دورية السلامة على الطرق في وزارة النقل المواصلات ممكن أن يتم تتخذ إجراء مباشر على السائق أو يتم الإبلاغ عنه ووزارة النقل المواصلات ستستدعي وتكون باتخاذ إجراء نعتقد أو نتوقع أنه يكون رادع يعني مطلوب كمان من المواطنين المشكلة أننا مرات تمسك أحد السائق مخالف يصير المواطني يدافع عن السائق لا أنا لركبة زيادة أنا أجبرته أركب زيادة ويصير يدافع عنه عشان يعني يحاول يحميه من المخالفة أتمنى كمان على المواطنين أنه يعرف أنه في هذه الحالة هو عم يساعد على إزهاق حياة وروح المواطنة نعم أكيد حضرتك تحدثت عن الإجراءات من قبل وزارة النقل والمواصلات ولكن هل بالفعل يعني برأيك هاي إجراءات رادعة للتخفيف من مثلا السرعة أو التزام بقوانين المرورية يعني نحن نرى أن هناك ازدياد في أعداد الحوادث على الرغم من وجود هذه الإجراءات شوفي المطلوب أنا أحكيت لكم فيه إجراءات ولكن إحنا للأسف فيه جزء من التعامل يعني إحنا كسلطة فلسطينية مواطن بعاني من جير الاحتلال فبتكون فيه يعني فيه شوية ضوابط من قبل الشرطة أو من قبل الوزارة في إنفاذ القانون حتى من قبل المحاكم في إنفاذ القانون وبتراعي ظروف الناس وظروف الاقتصادية وما إلى ذلك يعني يبدو لي أنه هاي المرعاة عم تأجي بنتائج سلبية على هذا الموضوع والمطلوب عدم المرعاة في إنفاذ القانون وبحق المخالفين لأنهم عم بعرضوا حياتنا وحياة أولادنا عم بيفجعونا بهاي القضايا مطلوب التشدد أكثر وكما المفوض المطلوب أننا نروح أكثر للتكنولوجيا سبب نتائج الحوادث كمان النتائج غير الحادث وقوع الحادث شيء ونتائج الحادث شيء آخر إنه عدد كبير من المواطن لا يلتزموا بأحزمة الأمان الأطفال ما بيكونوا موضوعين بكرسي وكل هذه الأمور بتزيد كمان من نتائج الحادث إذا أنت مش حاطة حزام الأمان تكون نتيجة الحادث أكبر من نتيجته وانتحاط حزام الأمان إذا كان المخدات والوسائد الهوائية المعروف وطرف عليها إيرباك كمان مش صالحة كمان بيكون في نتيجة أكبر لهذا الموضوع كل هذه الأمور مطلوب من المواطن كمان مطلوب من السائقين يعني إحنا حسبنا على مسافة 100 كيلو متر ما بين سرعة 80 و سرعة 120 كل الفرق في الزمن المقطوع لا يتجاوز من 5 إلى 7 دقائق أنا بقول لكل سائق خمسة إلى 7 دقائق مهم كثير في حياتك يعني كتودي بحياتك السائق كمان لما بتتجاوز يعني هي ثواني يتخذ قرار لحظي ويكون بالتجاوز قد يتفاجأ بمركبي ولا يقدر المسافة بصورة صحيحة في كثير من السائقين عندهم طيش إحنا بنشتغل على جميع الأصعدي كم جزء غطينا معاكم إنه إحنا عملنا أكثر من معرض داخل الجامعة الفلسطينية تواجدنا في المدارس هذا يعني التواجد أصبح اليوم بصفة دورية ويعني صار جزء من العادي الموجودة بالتعاون ما بيننا وما بين شرطة المرور ووزارة التربية والتعليم دائما متواجدين في المدارس لتوعيتهم بالتأكيد الإبن كمان بيأثر على الأب في حال أنه تجاوز أنه قطع إشارة حمراء أنه وقف في مكان خاطئ وما إلى ذلك عملنا الكثير يعني عملنا رحلات بسرعة أنه جميع السيارات تطلع بسرعة الثمانين ويشوف أنه كمان سرعة الثمانين هي لئزة سرعة بسيطة أو سرعة وفق حالة الطريق يعني نعم عملنا الكثير من المحاولات ولكن مطلوب يبدو لي جهد أكبر من الجميع هي ليست مسؤولية أحد ولكن ممكن مستويات المسؤولية تختلف المسؤولية الأكبر على وزارة النقل واصلات على مجلس العالم المرور وشرطة المرور ولكن كمان مطلوب من المجتمع المدني مبادرات وإحنا مستعدين نتفاعل مع أي مبادرة تطرح من المجتمع المدني مطلوب من الجميع من وسائل الإعلام من الجميع أن يزيد الجرعة التوعوية للمواطنين من أجل المحافظة على أرواح أهلنا وعدم قلب الأيام المفرحة زي أيام الأيد انقلبت بمأساة على الجميع يوم حداد وطني كان بالأمس على الشعب الفلسطيني ويوم حزين على الجميع نعم أيضا السائق المركبة ليس مسؤول عن روحه فقط هو مسؤول عن روح جميع الركاب فلنتحدث عن أهمية مراجعة التعليمات والنظر بالقوانين ومعالجة أي ثغرات مثلا ثغرات قانونية لحد من الحوادث على الطرق شوفوا في عام 2008 عملنا بعض التعديلات على قانون المرور رقم 5 لعام 2000 وفي عام 2010 أصدرنا لاحة تنفيذية تكملة لللاحة التنفيذية التي صدرت في عام 2005 وفي عام يعني صدرت لاحة تنفيذية للقانون في عام 2005 وفي عام 2010 كمان أصدرنا لاحة المخالفات اللي هي تم تحويلها من المحاكم جميع كانت جميع المخالفات في المحاكم اللي لمحاولناها يستطيع الدفعها في البنك أو التوجه للمحكمة الآن في عنا نظام النقاط أنهينا المرحل النهائي منه وهو سيعرض على مجلس الوزراء لإكراره بالصورة النهائية ونتمنى أنه يصدل عن مجلس إدارة المجلس على المرور اليوم بعض القرارات والاستمرار كمان بعد ذلك في القرارات الأخرى نعم أيضا نتحدث عن أهمية وجود حملات توعوية وإيضا تكثيف هذه الحملات للسائقين سعى يعني ممكن أنه إحنا في فصل الشتاء منكثف الحملات وفي فصل الصيف بصير في أنه تراخي في هذه الحملات بعد مراجعة حوادث وتقارير حوادث السير من لاحظ كمان أنه في الصيف في نسبة حوادث عالية الآن إحنا في صدد إعداد حملة إعلامية إرشادات مختلفة عما تعطى خلال فصل الشتاء للسائق بالتصرف في فصل الصيف بالذات في أجواء الحارة ويعني الإرهاق والتعب وكلت النوم اللي بتصاحب فصل الصيف في هذا الإطار إحنا عملنا خلال شهر رمضان حكيت لك ورشة إعلامية والتثقيف إعلامي على طول الشهر وراح إن شاء الله نستمر ونزيد هذه الحملات نتوجه أكثر للجامعات ونروح لأماكن ما رحناها عبر رجال الدين عبر رجال الدين المسلمين والمسيحيين لزيادة جرعة التوعية المرورية ومحاربة كمان ظاهرات الإنفلات المرورية اللي عم بتصير زي ظاهرة استخدام المركبات الغير قانونية عدن التزام الجميع بترخيص مركبته وفحصها وتأكد مسلامتها نعم أخيرا أستاذ محمد لنتحدث عن خطة وزارة النقل والمواصلات القادمة للحد من الحوادث التي تحدث على الطرق شوفي هي خطة مستمرة إحنا يعني عنا العديد من مشاريع القوانين عنا العديد من التعليمات التي تصدر عنا تجديد في أصلا عنا تجديد في العصور على الرخصة حولناها من ورقي إلى الحد الأدنى من التدخل البشري اليوم تلحي على قاعات إلكترونية وفي تصوير لكل الجلسات لتخفيفة بعض التدخل البشري لهذا الموضوع عنا في موضوع الحصول على رخصة مركبة عمومية أو شحن وما إلى ذلك بجتاز السائف أكثر من امتحان أصبح اليوم ثلاث امتحانات يجتازهم حتى يتجاهل الفحص العملي هو يكون أصلا حاصل لرخصة خاصة منذ أربع سنوات فيكون أصلا هو متمرس في السياقة أكثر للأسف أنه المشكلة أنه يلتزم أثناء الانتحان ومن ثم ما بعد الانتحان شكله ينسى القوانين ويذهب باتجاهات أخرى نحن في وزارة النقل المصاد قلت لك أن نحاول كمان أن نتجه أكثر للتكنولوجيا في هذا الموضوع نحاول نستغل الثورة التكنولوجية التي صارت من عام 2000 حتى الآن من أجل كمان موأمتها وزيادة الأمان على الطريق واستغلالها أكثر لموضوع الأمان على الطريق نعم شكرا إليك الأستاذ محمد حمدان الناطق بسم وزارة النقل والمواصلات ونائب الرئيس تنفيذي لمجلس الأعلى والمرور شكرا إليك نتمنى طبعا السلامة لجميع المواطنين شكرا هكما يكون ومشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا من الله يصبحكم بالخير شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا